اشتركوا في القناة اهل مؤتمر العمل الدولي في جنيف واكدت سيدة سونيا جناحي ان هذا الانجاز جاء ليعكس دعم القيادة الحكيمة المستمر لاصحاب العمل والعمال في المملكة خاصة في ظل ما تحقق على صعيد تحقيق وتعزيز المكتسبات العملية منذ تنشين المشروع الاصلاحي الشاب لجلالة الملك المعظم ومساندة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة ما اكسب المملكة سمعة طيبة في المحافل الدولية والتي تم تتويجها اليوم بانتخاب عضو اصيل في مجلس ادارة هذه المنظمة الدولية العريقة في انجاز يضاف الى سجلات المملكة الحافلة بالعديد من المنجزات العمالية نظير دورها الريادي اقليميا ودوليا خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية حيث تمكنت المملكة من احداث تطور كبير في مجالات العمل المختلفة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود استنادا الى استراتيجية البحرين الطموحة للوصول بمجالات العمل في المملكة الى افضل المستويات العالمية